إعلام الجماعة هل هو صحيح زي ما ذكروا أو وصفوا المزيع بأنه الذراع الأطول لدى هذه الجماعة؟ هو إعلام الجماعة ولا إعلام الدول الأخرى؟ يعني إعلام الجماعة ولا إعلام الدول اللي بتمول الغربية أفتنى في ذلك وأجهزة الاستخبارات اللي بتمول واللي هي بتستهدف مصر وبتستهدف الضغط على مصر وبتستهدف تشويه سمعة مصر اللي انت سألت سواء المنطقة جداً هو مين بيمول ناس قديلهم من عشر سنين تقريباً أو أكتر أكتر من عشر سنين مش قناة واحدة انت بتتكلم على حوالي خمس ست قنوات بشغالين على طول يومي وإنتاج متواصل ومزيعين وعاملين وناس بتروح هنا وناس بتجي هنا وشركات أخرى صغيرة بتعمل لخدمة القنوات كمان اللي هي بتعمل لهم مثلاً حاجات درامية وأغاني وحاجات مثلاً كده طيب ده كله ده الفلوس ده بتجي من الفلوس مهولة ده يعني فلوس مش فلوس شخص ولا جماعة تستطيع الانفاق على الأولاد الدول طيب أنتو مين بيدفعكم لده تكلموا كتير عن يعني أنا كان فيه أوراق كده كانت نازلة هم اللي فضحوا بعض في مرة على أحد المواقع اللي هي كانوا مسمينها سرداب سرداب أبو عبد الرحمن أبودية أو سرداب يعني المجموعة التانية اللي هي موجودة في لندن طيب السرداب ده حطوا فيه شوية أوراق كده عن إحدى القنوات بيقولوا إن هم بيتمولوا من عبد الرحمن أبودية يا جماعة يعني مين عبد الرحمن أبودية شخصية محدش شاف صورته حتى هذه اللحظة يعني يعني أنت عشان تسرش عليه كمان ما تلاقي له الصورة خالص نهائي طيب بس هو زوجته من المغرب عاش في جنوب أفريقيا أسس قناة الحوار وبعد كده أسس القناة مش عارف مكملين وهو الرجل أبو عامر سرداب أبو عامر ده اسمه أبو عامر أبو عامر ده وابنه لما كان يدخل على أي قناة كل العالميين الإخوان والكلام ده يوقفوا انتباه الكلام ده هم اللي قالوه في فيديوهات بالمناسبة هم اللي بيقولوه في فيديوهات في فيديوهات موجودة على يوتوبة يا جماعة اكتبوا أبو عامر عبد الرحمن أبودية على جوجل وشوفوا ماذا وراء هذا الرجل مثلا يعني همتكلم على شخصية أخوه ما حد شافه شخصية غامضة مثلا ده واحد من عشر شخصيات طب مين دول ومن وراء هؤلاء يعني مين الشخصية ده مين اللي بيديلو بقى ومن أين أتى عبد الرحمن أبودية بهذه الأموال الطائلة أصله فلسطيني أصله فلسطيني وأخذ جنسية بريطانية حلو على عين وعلى راسك ماشي مين بقى مين بيديلو كل الملايين دي وما هذا الرعب اللي هو بسببه وبدخلوا بيحترموا هذا الاحترام ولك اللي يقوله ومشي خلاص يمشي يفسره يحده ومشي يحده وجيبه يحده مثلا إذن أنت هنا أمام دول أمام أجهزة أجهزة بتمول هؤلاء الناس وكلهم عارفين ده بالمناسبة وكل اللي عاملين وكل اللي عامل فيها بتاع بيطلع يتكلم وانتقد عارف إنه هو ممول من أجهزة وعارف إنه هو بياخد تمويل وإنه فلوسه وديه فلوس حرام ديه فلوس حرام وأقول لك على حال شوف مفتحوا بعض ديه من الفاتد في واحد اسمه حسام الغمر فيهم عارف حسام الغمر كويس حسام الغمر لما سابهم بقى دلوقتي في جنوب أفريقيا اهه اه في جنوب أفريقيا بيعمل ايه حال اختلف بقى اختلف معهم خلافات كتيرة جدا وعامل بقى شوية فيديوهات حلوة تجربته في في الفترة اللي قعد فيها في اسطنبول بقى مع الإخوان كان من ضمن الحاجات اللي قالها على الفناني السابق محمد شمان على محمد شمان بتكلم عن إنه لما مرض بهذا الرجل مرض شديد وكان لوحده وكان عايش في الشقة بتاعته مش لاها حد يعالجه الطبيب التركي قال لهم انتو مجرمين سايبين الرجل ده إزاي كده فهو راح للإخوان قال لهم يا جماعة ده عاوز مبلغ يعني قالوا له لا ده مش إخوان مش هنقدر نعالجه ده مش إخوان قالها كده بننصر مع إنه مبلغ تافي هو بتكلم يقولك ده مبلغ تافي بالنسبة للأموال اللي بتيجي للإخوان طب هو أنت الرجل ده انت خدته وخليته باع البلد وعايشته معاك في النهاية طول ما بيقوم بمهامه الوصفية مهامه في النهاية رميته هكذا يفعلون مع كل أو مع أغلب أعضاهم فيه بص أعضاء كتير جدا طب أعضاده ده حاجة تخلي لوحد مخه يشت يعني مثلا الحد زي حسين الغامري هو بيتحرك إزاي يعني إيه الباسفور اللي هو بيتحرك بي وجنسيته إيه وخد الجنسية دي بناء على إيه ولأي الأسباب وعايش منين برضو حسين حسين نفسه اللي بينتقد كل ده طرنت عايش مني هيا تذكر 2019 في سي بي سي أنا فاكر آه في سي بي سي أكسترا أنا عرضت فيديو كان متعلق بمحمد ناصر بيتكلم على عشرين مليون لتلاتين مليون دولار بنص كلامه عمال بيقول وفلس بحقات لفلان وجات لعلان وإحنا مش أولى ولا هي هتعدي كده وإحنا ما ناخدش عارف ده إمتى لما اختلفوا مع بعض وعزم بشارة اختلف مع المجموعة التانية وكان الخناءة كبيرة جدا وطلع انتقده بعض هو رح طلع منتقد المجموعة التانية